تشكل السدود رافداً أساسياً في معادلة المياه في الأردن اليوم ويدور النقاش بين الحين والآخر حول جدواها وتعثر بعضها وما يدور حولها في ظل واقع مائياً حرج اسمحوا لي الآن أن أرحب بضيفي بالأستوديو مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في سلطة وادي الأردن سابقاً المهندس فؤاد عجلات أهلاً بك مهندس فؤاد أهلاً بك في الستوديو سنتحدث عن الواقع المائي في الأردن وانعكاسات الموسم المطري الحالي على الواقع المائي في الأردن ولكن نتابع وإياك والمشاهدين هذا التقرير ومن ثم نعود لنستكمل الحديث على وقع ارتفاع درجات الحرارة أواخر الشهر الماضي ومطلع أذار يشارف الموسم المطري الأقل من المعدل على الانتهاء لتتجه أنظار الأردنيين صوب السدود أملاً بصيف مائي آمن أربعة عشر سداً تدفق صوبها حتى اليوم مائة وثلاثة عشر مليون متر مكعب بنسبة أربعين في المئة من طاقتها التخزينية الكلية التي تصل إلى مائتين وثمانين مليون متر مكعب الطمي والرسوبيات تشكل جزءاً من مخزون السدود التي مر على تشغيل بعضها أزياد من نصف قرن بحسب سلطة وادي الأردن التي تؤكد سعيها لحصر كميات الطمي في الفترة المقبلة وبينما تقدر كلفة تنظيف مليون متر مكعب من الرسوبيات بين ثمانية إلى عشرة ملايين دينار تجادل السلطة بأن إنشاء سدود جديدة أوفر من تنظيف القديمة في بعض السدود وصلت الأمور وكميات الطمية الموجودة فيها أو الأتربة كمية كبيرة جداً صارت ثلث ساعة السد أو أكثر حسن أصبح التنظيف بعد مرور فترة عشرين وثلاثين سنة على الإنشاء صعب ومكلف جداً ولذلك إنشاء سدود بديلة هو الحل إلا أنه هي من البداية سدود مثل هذه في مناطق الجافة والتي تداريس الطبيعية فيها كثير قاسية يعني كميات الأتربة التي تلحق مع مياه الأمطار كبيرة والترسبات كان المفروض أنه تنشأ لهذه السدود سدود بسيطة قبلها لحجز هذه المواد ومن ثم تسيل المياه إلى السد الرئيسي أثارت مشاريع إنشاء سدود جدلاً حول جدواها وموقعها منها سد الكرامة الذي أنشئ عام 1997 بكلفة 56 مليون دينار إلا أنه أخرج من حسبة تخزين السدود لشدة ملوحته وبالتالي ركوده بحسب تقرير لسلطة وادي الأردن عام 2020 السد انتهينا منه أخرجته وزارة المياه والرئيسي من معادلاتها انتهى وضع يعني ويجب أن لا توضع مياه إضافية فيه حالياً عم بحاولوا يستغلوا المنطقة لشيء ما سياحي يعني هذا ممكن إلا أنه بتكون هناك حرص من أين تأتي المياه لإستعمالاتها السياحية كذلك مشروع تعالية سد الوالة الذي بلغت كلفته 31 مليون دينار أوصى ديوار المحاسبة العام الماضي بعدم تعبئته فوق المستوى القديم قبل التعالية بعدما أظهر قلقاً على سلامة السد من الناحية الإنشائية وهدراً بالملايين هناك كثير من الأجهزة والمجسات على جسم السد لرصد أي التحركات في جسم هذا السد طريقة الإنشاء طريقة جديدة يعني مش جديدة يعني أنها حديثة وأنها ما يعني غير ما كانت مستعملة في العالم طريقة تعالية تعالية اسمنتية فوق سد ترابي ليست شائعة في العالم وهذه أول أو ثاني مرة ينشأ مثل هذا السد وهو تحت التجربة إلى جانب السدود الرئيسة تنتشر مشاريع الحصاد المائي في 490 موقعاً على شكل سدود صحراوية وحفائر ترابية وبرك خرسانية بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ 127 مليون متر مكعب حتى نهاية 2022 مش مخطط إليه علمياً بطريقة جيدة يعني نختار موقع بنعمل حفيرة أو بنعمل سد ترابي بسيط لحجز المياه لأي استعمالات بأي هدف هل يخدم تغذية المياه الجوفية أم من المنطقة المحيطة الرعي الأغنام سقي الأغنام شو الهدف من المورة للمشاريع هذا يجب أن يوضح تماماً وقتها تختار المناطق ضمن المناطق الصحراوية المناسبة أكثر للاستعمال الأفضل إلا أن هذا المشروع لن يأتينا بكميات المياه الإضافية اللي احنا بنحلم فيها وانا ما هي حاجة الأردن واللي أصبحت غير ممكنة إلا بتحلية مياه البحر في العقبة الأردن بأجيال الحاضر والمستقبل سيشهد عطشاً حقيقياً ما لم نسارع لتنفيذ حلول مائية استراتيجية هذا ما تنبأت به وزارة المياه والري قبل عامين واليوم يتساءل مواطنون ماذا قدم من حلول في ثاني أفقر دولة مائية في العالم